اذا وحقق القطاع السياحي في المملكة قفزة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات المقدمة للسلاحين بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي على خارطة السياحة الإقليمية وسعت البحرين لتطوير هذا القطاع الحيوي لما تتمتع به من مقاومات سياحية وفعاليات متنوعة تقام على مدار العام جعلتها محطة أنظار وكلات السفر والسياحة في العالم تمضي مملكة البحرين قدما في تنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تمخض عنها تجشين العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج السياحية والترفيهية إلى جانب إطلاق الحملات السياحية الترويجية لمملكة البحرين في عدة مناطق على مستوى العالم لغة الأرقام أعلنت عن تطور الحركة السياحية في المملكة خلال الأشهر الماضية ومؤشرات قياس الأداء في القطاع السياحي أظهرت تحسنا ملحوظا مع تسجيل ارتفاع في متوسط الليالي السياحية ومعدل إنفاق السائح وعدد الزوار القادمين للغاية السياحية والترفيهية إلى جانب تحقيق زيادة وصلت نسبتها إلى 31% بما يتعلق بحجم تدفق السياح في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع السياحي خلال هذا العام تعكس نجاح المبادرات والبرامج النوعية التي دشنتها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض فضلا عما يواصل تحقيقه مركز البحرين العالمي للمعارض وما يتم قطفه من منجزات تحت مضلة استراتيجية السياحة